تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قررت الحكومة إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف أثارها على المواطنين أشرت الحكومة إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرى جديدة للمستفدين من برنامج تكاف الوكرامة وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيه بدءاً من أول أبريل القادم وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه كما أضافت الحكومة أنه سيتم اعتبار من مرتب شهر إبريل القادم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهرياً ودون حد أقصى كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهرياً ودون حد أقصى أشارت الحكومة إلى أنه سيتم اعتباراً من مرتب شهر أبريل القادم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعملين غير المخاطبين به كما أوضحت الحكومة كذلك أنه سيتم تدير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه ودون حد أقصى ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي وزيادة الحافز الإضافي المقرر لهم جميعاً اعتباراً من الشهر القادم وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موزنة العام المالي القادم بمبلغ 400 مليار جنيه ولفتت الحكومة إلى أنه تم تحديد الدولار الجمرقي بقيمة 16 جنيه للسلع الأساسية ومستلزمات الانتاج في نهاية الشهر القادم لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقرية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه هذا وأكدت الحكومة أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البرصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبرصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها أكدت الحكومة كذلك تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى الحادي والسلسين من ديسمبر 2022 للسرعة الانتهاء منها وتخفيف العب على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها وتوفير حافظ للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكتروني اعتباراً من 2023 فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات ترجمة نانسي قنقر